خوف من تطيير الانتخابات إذا ما شارك. هذا كلام قاله الرئيس بري قبل عم بيقول فيه. ممكن ممكن أحد العناصر مثل ما قال. قال كلام دقيق الأستاذ هاشا. دكتور أس. كلامه دقيق لأنه هذا أحد عناصر الاختلال بلعبة السياسية بالبلد. مثل ما أقول لك. سعد الحريري من الأوزان الثقيلة. تيار المستقبل وزن ثقيل. كل القيادات التي ذكرتها وهي محترمة وعلى الرأس والعين. من ترابلوس لتلحق صيدة لتوصل حتى وصولا حتى. جنوب شبعة. نائل بشبعة. وبينجح رغم أنه ضد طيار المستقبل. ويقول لك أنه هذه شغلة كبيرة. يعني هذه فيها لبكة كبيرة. وليد جمبلاط عبر سمعتي كلامه. حتى وليد جمبلاط عم بيقول مباشرة. أنه خلال كبير. هذا خلال كبير. بس اللي فينا نحكي عن مقاطعة سنية. لما بيكون عندك كل هذه القيادات التي ذكرناها تشارك بالانتخابات. فقط طيار المستقبل ما رح يشارك. فينا نحكي عن مقاطعة سنية. لا ما رح يصير في مقاطعة. ما بظن بيصير مقاطعة. لكن عندما يعزف عن الترشح الحريري. وهو النمبر وان بأشواط. ويرجع وراء رؤساء حكومات سابقين. كمان ما بدون يترشحوا. إنهم مكاني. إذا نزلوا على الانتخابات يمكن ما ينجحوا إذا ما فاتوا بإطار تحالفي أو بلائحة. ويجيبوا حواصل فيها. لكن إنهم مكاني. الرؤساء الأربعة. ويستثني الدكتور حسان ديابر. أنه ليس سياسيا. وليس في المعترك السياسي. وإجاء بحالي خاصة. لكن الرؤساء الأربعة حالات. لهم موقع. هؤلاء ما بيقعدوا على جنب. هذه فيها إشارات مقلقة. وإذا المئاتي قعد على جنب. فهذه مشكلة. كمان. من المسح المئاتي يقعد على جنب. ترابلوس ما بتحمل. ما بيقعد على جنب الرئيس المئاتي. ما بتعرفي. يمكن هو ما يترشح. بس اليوم الكلام عن أنه يترشح أو ابنه أو إبر خيه. وطاها يعني. شو ابنه وإبر خيه. ابنه شو هو. هو مات. بعدين هو. منه هل. يعني. ما فيك. يعني. هذا الترشيح. إنه برشح إبر خيه. وأنا بقعد على جنب. ما فيه يعملها هيك. هو. هو عم بيخود معارك. بسراجه الفتيل. وبالسيف والترس. لهو يطلع. ويطلع معه اتنين. بدي يحط كمان مندوب عنه بالمقعد الأساسي. منه مسحة. اللي عملك. بالمختصر المفيد. مدام قربنا على نهاية الحالة. قربناه. وفيه بعد. النقطة الأساسية. إنه. انسحاب. عزوف. الرئيس الحريري. مع طيار المستقبل. بدون أي مشاركة. في هذه العملية الانتخابية. تحدث زلزالا. في الوسط السني. ارتداداتها كبيرة. على الأوساط الأخرى. بتخربت كثير بالبلد. بتخربت كثير بالبلد. وبتخربت التوازنات. وممكن يكون الأمر ضعفة. تؤدي إلى تطيير الانتخابات. بسبب هذه الخربة. تطيير الانتخابات. أحد العناصر. أكيد. بس عنصر أساسي. العنصر الأول لتطيير الانتخابات. هو خلاقل. أو احداث أمنية. أحداث أمنية. شيء كبير بالبلد. إن شاء الله ما يصير. النقطة الثانية. هذه واحدة من العناصر. التي تقل القرار. بأنه لا يمكننا أن نحمل. هناك مشكلة أمنية. والوضع السني مخلخل. دعنا نأجلها قليلا. نرجع ندبدل. لكن هذه خطرة تأجيل الانتخابات. لأنها تفتح لنا باب فخامة الرئيس. الذي يبعدها. يقول أنه طارت الانتخابات. مددته. خلينا نطير كل شيء. من مدد كلنا. من مدد كلنا سواء. ونرجع من نظم حالنا. ليش؟ لأنه معروفة. فخامة الرئيس. مشيل عون. طرح الموضوع بشكل غير مباشرة. الزكري من فترة. قال إذا طلبوا مني. بقعد. عمره 88 سنة. إذا طلبوا منه. بقعد. لأنه وريثه المعلن. مش قادر يأطر. مش جهز. منه جهز. لنرجع إلى نقطة أساسية. اللي هي وراثة الأرض. في حالة تخذ هكذا قرار. في ورثة عم بفوتوا جديد على الخط. مثل بهاء الحريري. وفي ورثة أديمين ومطربصين. خلال. مثل الدكتور سمير جعجع. يلي دائما كان يتغنى أنه نص شارع سعد الحريري والشارع السني معنا بالمبدأ. ويؤيدنا ومعروف هذا الشرخ الكبير اللي صار لدرجة اتهام ضمنيا. الدكتور سمير جعجع. بأنه كان جزء من المشكلة اللي صار سنة 2017. نحن نسمي اعتقال الرئيس الحريري في السعودية. وصار مؤخرا مد جزر كلام بينه بين أحمد الحريري وتراشق على تويتر وما إلى ذلك. هون تحديدا هل ممكن أن تكون القوات اللبنانية وريث لجزء من شارع المستقبل برأيك؟ لا. لماذا؟ المواقف التي يطلقها الدكتور سمير جعجع والقوات اللبنانية. هي مواقف تسمع باستحسان في الرأي العام السني. هذا شيء. وطورة شارع ببيئة أخرى. هذا شيء تاني. المناخ الشارع السني. مناخ شارع القوات. مناخ شارع الحزب التقدم الاشتراكي ووليد جملاط الحزبية الكبيرة. مناخ 14 أذاري. لا تغير. هذا لا تغير. بعده مثل ما كان في سنة 2005 بعقليته، بتفكيره، بخصومته مع حزب الله. فإذا شو بيمنع؟ لحظة. بس ما حدا بيورت التاني بره. يعني بعيد الشر عن قلب هذا. أنت ما بتقضي أنت بتورتي بالعصب عندك بعائلتك. بس أنت ما بتروحي بتورتي عند جيران. نفس الشيء. نفس الموضوع لو كانت أنت أعز الأصدقاء مع جارتك. بتورتي عندك ببيتك بعائلتك. هذه نقطة أساسية. سمير جعجع خطابه يلقى استحسان خطابه بالمعنى الوطني. يلقى استحسان بالشارع السني. هذا أكيد. في مشكة مع طيار المستقبل من حلت. هذا أكيد أيضا. لكن هذا مؤصف كمان. لأنه هو لي بالعموم بشكل عام. عم يحكوا نفس اللغة. وهذا الشيء أيضا ينطبق على جمبلات. ينطبق على الكتائب. لماذا بتقولي. مثلا بتقولي الكتائب والقوات. خلاف بين كتائب والقوات. يعني غريب عجيب. صحيح. نفس المؤسسة. هاي بنت هاي. نفس الخطاب ونفس الكلام ونفس المؤسسة. مختلفين في خلاف على اللعبة. على القيابة على الكرسي. مش على الكرسي. على لعبة. كرسي بما بفهومها. على لعبة. على لعبة. أنه الموقع. وكيف بده كل واحد بده ياخد حجم. الأحجام يعني. وهذا غلط. غلط من اتنين. غلط من الكتائب. أنه يفوروا بها الموضوع. وغلط أيضا يمكن من القوات. أنه عندهم تندنسي. أو عندهم هذا. أنه يستحوزوا دايما. يستوسعوا وما يتركوا محل للناس اللي بيشبهوهون. بس منهم منهم. وبالعكس هذا لازم يكون ذكا بالعمل السياسي. هذه نقطة. قوات أكيد لا. بالشارع. خطابهم يلقى استحسان. وهذا الخطاب الذي يحكيه دكتور سمير جعجع. هذا خطاب تسمعي بالشارع السني. وبالأوساط النخب السنية. وبالنخب والأوساط الشعبية الدرزية. وبأوساط أخرى مختلفة. وبأوساط مسيحية قد ما بدك. خصوصا بعد أزمة البور. تغير رأي العام المسيحي. مقلوب كله. فوقين تحتاني. وهي مشكة رئيس الجمهورية. وتغير رأي العام تغير. حتى إذا تروح إلى عمق عكار. إلى عمق هذه المناطق. يلي قلب السنة. تلاقي أنه حتى هناك المزاج تغير. والرأي العام تغير. عم بحكي تجاه طيار المستقبل تحديدا. هناك من يقول أنه رجعوا إلى القيادات المحلية. لبل هناك من اعتبر أنه كان للخطأ الكبير. أنه فصلوا حالا عن سوريا حتى. هل أد في تغير بالمناخ السنية؟ في كل شيء. لكن المينستريم. بعده المزاج الأول. كنا نحكي عن 90%. اليوم نحكي أقل. لكن هالأقل. بعده مؤثر ومساكر. بهاء الحريري. بهاء الحريري. يفوت على الساحة السياسية. عبر بوسائل مختلفة. عن التقاليد. عن اللعبة التقليدية. كل الناس. هم أصدقاء. لا بقال الحريري. بصرف النظر إذا بيحبه سعد أو ما بيحبه سعد. تمنياتهم كانت أن الخيان يكونوا دائما مع بعضهم. صحيح. البيوت اللي بيفوت فيها الشقاق. هذه بيوت أهلي. للإحضار. خيه وخيه. وحقه بهاء الحريري يشتغل سياسيا. مثل حق أي مواطن لبناني. مثل حق أي شخص بيلاقي. أنه هو بيقدر يقدم شيء أفضل. عم بيحاول يقدم. وحاول يشتغل. عال. بس مليش صح؟ أنا برأيك. أنا برأي الصح. أنا شخصيا. أنا صحبي مع سعد. وصحبي مع بهاء. يعني من وراء أبوهن. مش أنه ما بشوفهه كل يوم. يعني ما شوفهه مرة كل ثلاثة سنين. أربعة سنين لبهاء. أنا مع البيت الواحد. هيدا البيت اللي بينشأ. هيدا نقطة ضعف لاتنين. نقطة ضعف لسعد. ونقطة ضعف حتى لبهاء. هو عم بيطلع. عم بيحاول يشأ طريق سياسي. فيهم دائما مكان. بين خيه وخيه. فإذا برأيك برأيك بهاء. مش نبلش صح. مجرد أنه مبلش بالأواصع أخيه والشقاق. وبس الهدف هو الحفر والعمل لوراة الأرض ووراة السياسة. يعني مبلش شقاق. هو عم بيروح على محل تاني. هو عم بيروح على محل منه محل سني بالمعنى السني. عم بيروح على مجتمع مدني. على أمور وهذا. عم بيروح حقه. بيعامل بده إيه. فلوسه بجيبته ويصيروا في محل ما بده. طموحه السياسي. طموحه هو ابن رفيق الحريري. مثل هذا ابن رفيق الحريري. هو شخص له موقعه كرجل أعمال ناجح بمكان الماء. فالفرق أنه مدعوم من السعودية التي أدارت ظهرة لسعود. ويظنوا ما بنعرف. يمكن مدعوم. يمكن مش مدعوم. بس بكل الأحوال. معقول يتحرك بهذه الطريقة. بكل الأحوال. أنا عم بحكي بالصورة الواسعة. لبيوت. لما بفوت عليها الخلاف. وانتبهي. ممكن يكون الخلاف. مش بس لأنه بهاء فات على سعد. يمكن فيه خلافات تاني. ما بنعرفها. فيه قصص ما العلاقة بالسياسة. أوكي بين اتنين. ممكن هذه بتروح البيوت. هذه أكبر البيوت بتروحها. هذه بتروح امبراطوريات. هذه بتروح. وصلت على سؤال النهائي. لذلك التمني من أصدقاء هذه العائلة. والناس الذين عاشوا إلى جانب رفيق الحريري. أنتم تجدون تجدون لبعضكم. ما كان لدينا في الأمر. أنتم أخوة دم واحد. بي واحد. إرث واحد. في سعي لجمع الأخوةين. بالنتيجة. اتنين. سعدوا بهاء. شو بيسموا حالهم؟ أولاد رفيق الحريري. سعد رفيق الحريري. بهاء رفيق الحريري. بدون يلاقوا. مش شغلتنا. مش شغلتي أنا. مش شغلة أصدقاء آخرين. شغلتهم هني يلاقوا قواسم مشتركة. وقاعدة مشتركة. ويأخذوا ويفتحوا على بعضهم. شو ما كان. سؤال أخير لا نختم. هذا العزوف. إن كان على صعيد شخصي. إن كان على صعيد طيارة المستقبل. هو إقفال منزل. رفيق الحريري في السياسة. ونهاية المسيرة السياسية لسعد الحريري. بالسياسة. لا يوجد حدا ينتهي. إلا إذا أراد أن ينهي نفسه. لدينا شواهد كثير بالحياة السياسية اللبنانية. ميشيل نعون. نكب 15 سنة برات البلد. رجع زعيم أول بالوسط المسيحي. عام الرئي جمهورية. سامير جعجح 11 سنة بالحبس. ظهر من الحبس اليوم. هو الزعيم الأول اليوم. حسب الاستطلاعات والأرقام. اللي معنا إياها. ما حدا أمينة جميل. أخرج عشر سنين برات البلد. إجا ابنه بأول انتخابات. الله يرحمه بيير. وأطفى. وابنه الثاني. كمان أيضا رجع أطفى بعدين. يعني بالنتيجة. ما حدا بنتهي. كمال جملات انقتل. كملت. لذلك أنا أقول. تعالي تحكي بيديو زيام جينراسيون. يعني تحكي مش رفيق. سعد الحريري. أنا أقول لك. سعد الحريري. إذا هو مقرر. هو. أنه هو ينهي حياته السياسية. يعتزل. يقول والله أنا عملت اللي عملته. رايح هلأ غير حياتي. بدي روح أمبسط بالحياة. تنتهي القصة. أوكي. ما بتنتهي. بس لا في فرق هون. ما بتنتهي بالعزوف. بالعزوف ما بتنتهي. بضعاف. الناس تتعود عليه. دائما بالسياسي. لما بتديري ضهرك. وبتزيحي. بتتعود الناس على غير. بالأول بيزعله. بيبكوا وبينصدموا. بيقول لبديك ياه. بعدين بتعودوا. لما ما بتشاركي بالانتخابات. وهذه بتذكر قول الله يرحمه. الأمير مجيد أرسين. كان يقول لبعض المرشحين. اللي كان عرفان بدون يسقطوا. على ليحته ضد. ضد لاحة المرحوم. زعيم كمال جملات. كان يقول له. طيب ما نحنا رح. نحنا رح نسقط. رح نسقط. يقولون يا حبايبي. بعرف رح تسقطوا. بس ما بدنا نعود حزبيتنا على غيابنا. لأنه بيبرموا ظهرهم بيصيروا بغير بحل. لو بدنا نخود معركة. بيضلوا معنا. ونرجع من خود معركة. هذا اللي عم تقولون يا سعد الحريري اليوم. ما تعود شارعك على غيابك. هذا إذا بده إذا مقرر. إذا بده يكمل. وإذا عود شارعه على غيابه. بيتعود شارعه ويروحه محلتين. يعني يسكر بيته بالسياسة. فيه مثل بنقال. مات النبي محمد. وما تعطلت أنتو. تعملت الأمي يا حي. مليارين بشري. ما بتتعطل الأمور. لكن بيصير في صدمة. بيصير في مشكلة. بيصير في اختلال. بأول فترة. لكن إذا هو ضل زي. إذا هو برم ظهره. شوي شوي بتعوده. الناسه. أصدقائه. حزبيته. اللي بيحبوه. اللي معلقين فيه. اللي رح يبكوا إذا متى أعلن عن عزوفه. بالأخي بتعوده. واحد بيموت أبوه. بيبكي عليه. بتقوموت أمه. بيموت بيباقته لحاله. بالأخي بتعود. بيعيش. بروح. بتجوز. بيجيب أولاد. وتكمل الحياة. القرار عند سعد الحريري. هل يريد. مش أن يعقل العزوف. هل يريد أن ينهي حياته. يعتزل السياسي. نعم أو لا. وهل هو عم بيزيح شوي. لا يرجع بعدين. يتحرك. يرجع على شيء تاني. ما بنعرف. هذا السؤال بإيده. هو بيكمل. هو بنهي حياته السياسية. ما حدا بيقدر يلغي حدا. أدبا كان صغير. صحيح. يعني. رح أعطيكي مثال شخص. أنا ماني صاحبي معه. مش أنه. المخزومي مثلا. لأنه بحطه مثلا. منه قليل. ضل يبطحه بالانتخابات. عشرين سنة. ينبطح ويكمل. يبطحه ويكمل. يبطحه ويكمل. بالآخر. أطف. صح. وهلأ صارت عدو. عم بتحصن. وهذا. وغيره. عم بعطيك المخزومة. هذا أول واحد طالع براسي. وهذا عرفت كيف. ومنه صاحبي. يعني أنا بشوفه مرة كالخمس سنين. عرفت كيف. بس. هذا أحد الأمثلة. بالآخر. بيرجع بيقطفها. ويمكن ما يقطفها. بس بيخلي حاله موجود. ما بيلغي نفسه من الوجود. سنعيش مرحلة الإحباط السنين. أولا فيه إحباط سنين. بس لأ. إحباط السنين مبلش قبل. حتى موجود سعد الحرير. كان فيه إحباط سنين. طبعا. بس أنا أحباب كثيرة. خلاص الغوص في عمق الإحباط السنين. هذا بيعمل إحباط سنين. لكن مثل ما قلت لك. عود الناس أنك أنت ما تكون موجودة. شوي شوي. كل واحد يتعوده. يتعود. هذا الحقيقة. وهذا شيء مؤصف. لذلك بنهي بكلمة واحدة. تمنيتنا سعد الحريري أن لا يخرج. ولا يخرج نفسه من الحياة السياسية اللبنانية. تحت أي شعار من الشعارات. أو أي بند من البنود. له مكانته. له وزنه. لزنه حجمه. بيعلى. بينقص. مش مشكلة. بس ما وجود. بس ما وجود. طبعا. بدي أشكر كثير. شكرا لك. تلبيتك الدعوة ومشاركتنا. شكرا لك. لأسحافي الأستاذ علي حمادي. شكر موصول لنائب هادي أبو الحسن. وأيضا لنائب دكتور قاصم هاشم. لألكم مشاهدين وإلى اللقاء. تلبيتك الدعوة ومشاركتنا. تلبيتك الدعوة ومشاركتنا. تلبيتك الدعوة ومشاركتنا.